أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في فقرة فيز توفيز حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم وأكيد موضوعنا وحدثنا الأبرز والدائم في كل حلقة والذي يخصص لما يحدث في فلسطين وما يحدث في غزة اليوم مواضعنا مختلفة جداً اليوم مواضعنا ممكن الكثير يعني ما شايفها أو ما يحس بقيمتها فلذلك من الضروري أنه نحن نعرفها للناس للتعاطف مع غزة وفلسطين للكثير والكثير من الأمور الجانب الآخر من الحياة في غزة والحياة في فلسطين وكذلك الحال من يقف مع فلسطين وغزة ومن لا يقف معهم وفيديوهات وصورة ومواضيع رح نبدأ مواضعنا في فقرة فيس توفيس بالصورة اللي موجودة عدكم الآن هذه الصورة قد يراها البعض هي مباراة لكرة القدم وهي كذلك مباراة لكرة القدم ولكن مباراة عن ماذا أو لماذا أقيمت هذه المباراة ومن هؤلاء الفرق سأتحدث عن هذه الفرق وعن هذه اللاعبين وعن هذه الفعاليات التي تحدث تضامناً وتعاطفاً مع فلسطين ومع غزة العالم كله البعض تعاطف والبعض استنكر ما يحدث في غزة والبعض ذكر هذه المواضيع في مبارياته أو حتى في الجماهير الكروية ولكن في العراق الموضوع مختلف لنرى ماذا يحدث في العراق من كل أشكال التضامن والتعاطف مع فلسطين هذه مباراة لجامعة أحد الجامعات العراقية ختام بطولة غزة تنتصر ختام بطولة غزة تنتصر في مباراة بين الطلبة ما هو موجود في هذه المباراة؟ أعلام فلسطين ترفع أعلام فلسطين لطلبة الصيدلة اللي هم طلبة الصيدلة بياناتهم سوي المباراة بعنوان غزة تنتصر والصور اللي موضوعها أمامكم هي لأعلام فلسطين التضامن مع فلسطين ومع غزة هؤلاء هم الشباب العراقي والجامعات العراقية كل اللي جاي يصير هذا ما أعتقد ربع مننا صار في بلد معين خصوصا اللي جاي يصير بالعراق هس أنا ماريد أقول لا وماريد أفخص حق أكو كم دولة لا أكيد هذول هذول احنا منجبهم بالطاري العراق لبنان سوريا اليمن إيران هذول منجبهم بالطاري هذول الدول هي اللي شايل القضية ورافع الراية وتحارب وتساند وتوقف ويغزة ويفلسطين ويكل هذه المواضع ولكن نتحدث عن البعض البعض الذي ما يسمى بصهاينة العرب صهاينة العرب خلي أفهمكم أكثر عن هذا المصطلح صهاينة العرب هو مصطلح أطلق على بعض من الإعلاميين والنشطاء العرب في مواقع التواصل الاجتماعي الذي كان خطابهم بالضد من المقاومة الفلسطينية والضد من غزة وفلسطين بل يبررون ما تفعله الصهاينة والنتنياهو هؤلاء هم صهاينة العرب بكل تأكيد هذه صور أيضا من المباراة وعلم فلسطين بين الطلبة في المباراة طبعا نتمنى لهم التوفيق هذه صور أيضا ولكن ليس من جامعة أو كلية لا هذه صور البعض طبعا هي الصورة حلوة وهذا البعض رح يشوفها ممكن هذا نادي أو هذولة هاي مباراة ما الفرق شعبية مباراة ما الفرق شعبية تمام الوضع هاي المباراة ما الفرق الشعبية اللي جاي تشوفوها قدامكم شنو كانت رسالتها وشنو كان عنوانها هذا هو كان العنوان فلسطين وغزة والقدس هذا هو كان العنوان رفع أعلام فلسطين والعراق جنبا إلى جنب في مباراة للفرق الشعبية هذا اللي جاي تشوفوه حاليا هو مو وليد اللحظة ولا صدفة لعبة الدور وجابته هذا اللي جاي تشوفوه حاليا هو ديدا الشعب العراقي هو ما موجود في داخل كل مواطن عراقي هذا اللي جاي تشوفوه حاليا لذلك هي مباراة بالفرق الشعبية وكل هؤلاء أغلب هؤلاء هم فتية فتية صغار ولكن يقيمون أجمل المباريات وأجمل النهائيات وتحت عنوان فلسطين طبعا مثل ما تشوفون هذول الفريق زين هذول الفريق وهذا الفريق الثاني زين هذول الفرق اللي جاي تنافس في هذه المباراة تحت يعني شعار فلسطين وغزة وكذلك العراق هؤلاء هم الشباب العراقيين هؤلاء هم الذين يعني يساندون غزة طبعا مخرجنا ذاويا هذول اللي تشوفوهم حاليا هم فئة من مجتمع بسيط فئة من مجتمع بسيط ما عرف إذا يعني صارت في غير بلدان أنه بالفرق الشعبية بهذه الأمور ما عرف بصراحة يعني شان طلعت شان تشرت بس خلينا نقول ما زلنا في كرة القدم وفي الرياضة يعني جوائز أكو تصير جوائز أكو تصير لأفضل لاعب بالعالم أفضل لاعب في آسيا أفضل لاعب في أوروبا أفضل لاعب في هذا البلد أفضل 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 جوائز تصير ويفوزون بها لاعبين كثر وكذلك الحال تصير يعني فعاليات ومهرجانات وهاي اليوم عندنا لاعب فلسطيني لاعب فلسطيني بس هذا اللاعب الفلسطيني ما أخذ جائزة ولا فاز ولا رحب مهرجان ولا كل هذه الأمور هذا اللاعب الفلسطيني استشهد طبعا مع التحفظ على هذه الكلمة طبعا أنا تحمدت أجيب هذا الخبر بهذا اللوغو وبهذا الكلام مع التحفظ اللي كاتبين وفات نفس المراسل اللي قال استشهاد عدد 11 شخصا وبعدين عذرا وفات كذلك الحال هؤلاء هم أيضا صهاينة العرب أيضا يعتبرون من الصهاينة العرب فأني متعمد جبت هذه الفريمة كاملة حتى تشوفون على العموم نرجع الموضوع اللي هو اللاعب الفلسطيني الشهيد رشيد دبور استشهد هذا اللاعب بسبب القصف المستمر على غزة كابتن فريقة ولاعب منتخف فلسطين رشيد دبور أكيد كان واحد من أحلامه أنه يفوز ويا فريقة في بطولة معينة يلعب ويا منتخبة في بطولة معينة أكيد كان واحد من أحلامه أنه يفوز بجوائز فردية أكيد واحد من أحلامه أنه يسوي مستقبل وكرير أو يحترف أو يصير فتشيب بعالم كرة القدم ولكن هذه الأحلام عليها أن تتلاشى لأن صواريخ النتنياهو فوق رؤوس غزة وسكان غزة هذا أيضا هذا موضوع من ضمن المواضيع اللي نتحدث بها كذلك الحال في مواصلة لهذا الموضوع هذه التفاصيل استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة وتعرض منزل اللاعب في قطاع غزة لقصف قوي من قوات الاحتلال من الصهاينة ويشارك فريق أهلي بيت حانون في دور قطاع غزة لكرة القدم هو في فريق أهلي بيت حانون في خضم هذه المعركة المعركة الإعلامية عفونا من هذه المعركة عجبتني عجبتني تغريدة لأحدهم طبعا انتشرت بشكل كبير هذه التغريدة كانت موجودة يقول في مونديال قطر الفين واثنين وعشرين كلنا شفنا مونديال قطر الفين واثنين وعشرين اللي فازت به الأرجنتين بالنهائي اللي كان يوم ثمنتعش اثنعش الفين واثنين وعشرين اللي توج به الأرجنتين ورفع اللقب واكأس العالم ليونيال ميسي كلنا شفنا هذه البطولة وكلنا شفنا كل مبارياتها وأكيد شفنا ونذكر ما حصل قبل البطولة من مواضيع لبلدان ومنتخبات رفضت انه تشارك أو رفضت انه لازم ارفع علم المثلية أو لازم أو لازم تذكرون هذا الموضوع من ضمنهم ألمانيا ومن ضمنهم وكو منتخب جاء رادي يهبط بالمطار رجعوا وقالوا لأنه جاي بطيارة بها علامة المثلية أو غيرها من الأمور فتذكرون كل اللي صار هذا تمام؟ تمام أعرب اللاعب الاسترالي جوش كافالو عن تخوفاته تخوفاته من شنو؟ بشأن سلامته الشخصية خلال مشاركته مع منتخب بلاده باعتباره مثلي الجنس طبعا الواحد راح يقول شنو الربط؟ أسرح تعرفون الربط وقوانين إمارة قطر تجرم المثلية وقتها أغلبية الأندية المعروفة واتحادات كرة القدم في العالم تضامنوا معاه وهبطوا بيانات مساندة يضمن له سلامته الشخصية وعدم التعرض له جسديا أو قانونيا من ضمن هذه الأندية نادي بايرم يونخ نادي مانشستر سيتي نادي ليفربول نادي آرسنال وكذلك اللاعبين انطواني قريزمان رافايل فوران جيرارد بيكي زلاتان إبراهيموفيج هذولة هذه من ضمن الأندية واللاعبين اللي تعاطفوا مع هذا الأسترالي جوش كافالو تمام لهنا الموضوع حلو يقول في الحرب على غزة 2023 اللاعب الفلسطيني رشيد دبور لاعب نادي بيت حانون ولاعب المنتخب الفلسطيني استشهده في غزة جراء القصف الإسرائيلي الشديد بعد أن رفض الهروب وأختار أن يبقى مع أهله وعائلته استشهد رشيد دبور ولا بيان من أي نادي كرة قدم ولا بيان من أي اتحاد كرة قدم في العالم ولا حتى خبر نعل هذه هي ازدواجية المعايير هذه هي الكذبة التي دائما ما يتحدثون بشأنها الكذبة التي يقولون بأنه هناك حريات وهنالك وهنالك كل هذا هراء كل هذا ليس له أساس من الصحة ماكو أي سواسية بالموضوع لن يتم يعني معاملة الجميع سواسية لأن العرب في الغرب استضعفين ارهابيين يقتلون هذه هي صورة العرب لدى الغرب يعني ولا آني ولا غيري يقدر يمحي هذه الصورة تعرفون ليش؟ لأنه بعض حكام العرب وبعض القادة العرب هم مصدرين هذه الصورة فعليه هذه الأنديا التي تضامنت مع هذا اللاعب الإسترالي المثل الجنس عندما أعلن مثليته وهؤلاء هم اللاعبين شري دحج يعني بيكي انت شوارع يعني انت شارع يعني انت مو مدافع شوارع ضاران الله وكيلك انت حرام تصير مدافع بالله الكريم حرام تصير مدافع غريزمان هو تجنق دجاجة يوم صابغ لي شعرك وردي يوم صابغ لي شعرك أصفر يوم أخضر يوم يعني شنو يعني تجريزمان يعني شو تريد تسوي لك يعني مثلا والرب ليصبغ شعر وردي هذا بشر أما إبراهيموفيش فالله أخويا والله ما أدري أنت أبوك بوسني وأمك من الشي اسمه كرواتية ومولود بالكويت مدرب السويد وتحمل الجنسية السويدية وخوة يعني أخويا تمضرب منهم مننا يعني شا ريد أعتب عليكم مثلا اعتويتش يعني يعني هو اتو أربعة تكم أريد لواحد بيكم يعني صاحي ماكو أخوة أبو إبراهيموفيش هو أساسا يعني خبل يعني خليه على صفحة نزين وذولة يعني ما شاء الله هذا رجل شكيرة هو شوارع هو ممدافع هو شارع نزين وهذا فاران هو فاران يقول على روحه فاران نزين وقرزمانه بشعر الوردي أما هذه الأندية هي معروف الغايات ومعروف هذا النادي عائديته إلى دولة الإمارات هذا النادي أيضا بعض من عائديته وملعبه إلى دولة الإمارات أما هذا النادي هم كل عشرين سنة يأخذون دوري يعني للقير يعني كل عشرين أما باير ميونخ بعده وهذا باير ميونخ يظل يأخذ على الفرق بلمانيا هو فريق واحد وبس فضت راحت ماكو منافس إليه لذلك راح أقاطع كل دولة اللي اللي نزلوا على وتضامنوا مع جوشو كافايا ومحد بيه ومنزل على رشيد دبورو كذلك هذا موضوع من ضمن المواضيع اللي اللي جايسة والعراقيين مو فقط في كرة القدم واليوم مواضعنا مترابطة يعني شي ورى شي شي ورى شي مواضعنا اليوم هي يعني مثل ما قلت لكم مختلفة في طريبيل في منفذ طريبيل في الأردن في هذا المنفذ الشباب العراقي البطل الذي يستعد للدخول إلى فلسطين ويستعد للدخول إلى غزة وإلى الكيان الصهيوني هذه بعض من الصور والوقفات التي يقيمها الشباب العراقي البطل المقاوم المرابط في الحدود هذه هي بعض من الصور طبعا مثل ما تعرفون هذا الشباب هو رهن الإشارة طبعا يقيم كل الاحتفاليات ورسائل النصر والخطابات ويقدم كل ما يستطيع نصرة إلى غزة وفلسطين جموع وحشد كبير جدا جدا هذه بعض من الشخصيات الحاضرة وأيضا هؤلاء هم الأبطال هذول هذول الأسباع هذول الزلم هذول اللي واكفين وينتظرون على رهن الإشارة بس مجرد ما يتم الإشارة إلى ذهابهم راح تشوفون أنه ماكو دولة اسمه الكيان الصهيوني وأنا متأكد من كلامي أيضا نعود قليلا إلى كرة القدم أولتراس ميلان ميلان النادي الإيطالي خلال مباراتهم ضد أوردينيزي في الكالتشو الإيطالي يعني قال ب لافتة قال أصمتوا عندما يكون الأطفال نائمين لا عندما يموتون فلتتوقف كل الحروب طبعا يعني أكيد هم ما يقدرون يكتبون بالصريح يرفعون علم فلسطين لو يكتبون غزة وغيرها من الأمور لأنه أكيد الاتحاد الدولي راح يضربهم بعقوبة من هاي المعدلة زينه يحرمهم لأنه هاي زواجية المعايير وهذا الكيل بمكيالين وهذا يعني هسا أتحدى أنه أنت ترفع لافتة أو ترفع دريسك أو فانيلتك وجوه كاتب بتاع أتحدىك تحدىك تتعاطف مع غزة إذا ما يجيك الشسم يهف العقوبة تهف من الفيفة بس اكتب متعاطف مع الكيان أوه ماي جود بليز ويصيرون عليك بس هم وبس زين أو كأنما متعاطف ويا الشسم هم صهاينة فأنت تتعاطف ويا غزة وفلسطين ما يرضون تعاطف ويا ويا الصهاينة عادة طبيعة جدا تمشي تمشي حبيبي تعاطف وياهم تمشي تمشي هذا هو الكيل بمكيالين هذه هي ازدواجية المعايير اللي نتحدث عنها طبعا نذهب إلى الجمهورية الإسلامية في ايران في ايران تنصب وتوضع اعلام الكيان الصهيوني في الارض ويتم المشي على هذه الاعلام وتتم حرق هذه الاعلام ويتم تمزيق هذه الاعلام في ايران في الجمهورية الإسلامية الايرانية ايران المو عربية واقفة وتساند وتدعم وتسوي وتسوي اما مصر الامارات السعودية العردن المدري منو دولا كلهم عرب لا دعم لا شسمه لا بيان استنكار لا الله وكلكم كل شي ماكو سين هذا هذا اللي جاي تشوفوه حاليا ايضا من مظاهرات طبعا بالمناسبة مظاهرات مستمرة مظاهرات مستمرة تندد ما يفعله الكيان الصهيوني وايضا تساند الاخوة في فلسطين وغزة وهذه المظاهرات المستمرة ورفع اعلام حتى النساء حتى النساء حتى النساء علم فلسطين يرفع في ايران هذا هم اما في باقي البلدان انا اعرف بلد طلع واحد شيخ عدو قال ليس من حقكم المظاهرات في البلاد الاسلامية وتخريبها لانها تضر بالصالح العام هو قال في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين بس البوليفارد وموسم الرياض عادي يمكن الاختفالات والمطربين والرقص والخمر هذا طبيعي طبيعي في بلاد المسلمين طبيعي هذا أما التضامن أو الوقوف وقفة احتجاجية مع فلسطين وغزة هذا حرام شرعا يلام بكم من قلكم لا سامح الله ابو عبيدة من قلكم لا سامح الله قالكم لا سامح الله قالوا احنا مرد منكم لا سامح الله تضربون اسرائيل صاروخ لو تجون لو تسوني لا 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 سامح الله مرد منكم هاي شيء زين كلام بس مي مي أكل مساعدات طبية للأطفال أمون للأطفال لا سامح الله قالهم مرد منكم طبعا هذا هو المواضي على مرمى ومد من البصر في هذا الشارع مظاهرات وترفع فيها أعلام فلسطين وين بيران بالجمهورية الإسلامية أكيد هذه المواضيع قضية فلسطين طبعا ما عرف أنا يعني أتهجل إيراني بس هاي من بين قضية فلسطين رهبر انقلاب على ما أعتقد وهذه النساء والكبار والأطفال وكل الناس طالعة به هذه المظاهرات اللي دائما ما تكون طبعا أيضا بعض من القادة تكلموا حول البيان اللي ذكره أو الفيديو اللي ظهر لي السيد حسن نصر الله من لبنان ووجه الشكر للعراقيين بعض القادة العراقيين أيضا قاموا بتوجيه الشكر لهم مشاهدين الكرام فاصل قصير ونذهب إلى فقرة تريند تيوب خليكم ويانا لحد يرح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة تريند تيوب ما شاهدتموه هو جزء بسيط ليس فيه مشاهد دموية ليس فيه أشياء يعني خلينا نشوف الفيديوهات اللي عندنا اليوم فيديو فيديو ونرجع نسؤلفوا لكم طفلة شايلة طفلة طفلة شايلة طفلة هذا ما يحدث في غزة يا ناس يا عالم أصحوا يعني هذه الصرخة لهذه الطفلة وهذا المشهد ما حرق ضميركم أو ضمائركم ما هزلكم جفين رمش ما كو كلش ما كزبر جلديك من هذا المشهد عبد ماكو ماكو هذا فيديو ومشهد من مشاهد يومية متكررة هذا ما يحصل في غزة يا ناس يا عالم هذا ما يحصل في فلسطين أين الأمم المتحدة أين الدول العربية واجتماعاتهم يوم دعش دعش همعد يوم مختارين قمة يوم دعش دعش بسر دفتهم بغاية القمة شراح تقولون يموذيت القمة حشيتوا بها وقلتوا بعد ماكو بعد ماكو اجتماعات أتحدى دولة دولة وحدة مطبعة مع الكيان الصهيوني تهدد أو تقطع علاقاتها بالكيان أتحداهم دعش نشوفوا الفيديو اللي بعدها مخرجناه هذه كلمات مواطن من غزة تحت القصف تحت الصواريخ وما يعرف اش وقت راح يموت وممكن هسه يستشهد يعني ممكن هسه يستشهد ممكن هسه يسقط علي أحد هذه الصواريخ التي كانت تسقط أثناء كلامهم هذه كلمات مواطن من غزة يقول بس وصلوا صوتنا يعني من ريد منكم شي بس وصلوا صوتنا ويقول حسب يا الله ونعم الوكيل على هذه الأمة يقصد الأمة العربية الأمة العربية تعرفون منه الخانعين الصامتين الساكتين هذه الدول اللي تنعم فيديو من يوتيوبر يوتيوبر عربي على ما أعتقد يسوي فيديو ومسوي فيلم قصير يشوفوا الناس اللي بره من خلال تليفوني يشوفهم الشغلات اللي تصير في غزة والأطفال في فلسطين يشوفهم كلكم شفتوا ردت فعلهم كلكم شفتوا هذا اللي يسسسوا وهي كلكم شفتواهم يشوفوا بالتليفون يشوفوا بالتليفون يقول لها شوفوا اللي جاي يصير في غزة ولكن الكل يعني بهذه هذه المرأة هذه المرأة يعني يمكن اختصرت كل الحديث كل الكلمات قالت العالم نائم قالت أنا أخشى أنه أطفالي بعد عشرين 15 سنة مني يكبروني يشوفون هذه المشاهد رح يقولون انتو انتو من هذا الموضوع يا أخي ترى ترى جملة قوية جملة قوية كلمات قوية هم ذول غرب يعني ذول بعض منهم غرب يعني واللي جاي يتحدثون بهذا الموضوع بس هم ذول يعني يعني مواطن عادي مغلوب على أمره لا يقدر يسوي له مظاهرة لا يقدر يسوي له شيء ما يقدر مهم أيضا مستضعف وكالة عالمية اسمها ستاربكس كلكم تعرفوها تشربون منها قهوة ببعض الدول ستاربكس وكالة عالمية مع القهوة تبيع كل أنواع القهوة وكالة معروفة لها فروع لها يمكن 2000-3000 فرع 4000 فرع معرف 10 000 فرع بكل العالم قررت أنه تدعم الكيان الصهيوني هذا ما حصل لها مجرد أنه قررت أنه تدعم الكيان الصهيوني ووقفت مع الكيان الصهيوني هذا ما حصل حملة مقاطعات كبيرة جداً حملة مقاطعات كبيرة جداً هذا ما حصل ستاربكس قل نشوف الفيديو اللي بعده مخرجناه منه يصير بلده هيتشي ويسكت منه يصير بلده هيتشي ويبقى مرتاح منه يصير بلده هيتشي و يا أخي والله والله ما أعرف ويتجيني واحد يلوم ليلوم حماس لو يلوم المقاومة لو يلوم كتاع بالقسام أخي هذا اللي جا يصير شوف المدينة قبل وبعد شوف غزة قبل وبعد من نفس الشرفة من نفس السطح من نفس المنزل تصوير قبل وبعد قبل وبعد هذا ما يحصل شفت المباني السكنية راحت ماكو مباني سكنية عشرات شنو آلاف آلاف الناس آلاف السكان من الأطفال والصغار والنساء ماكو عبادة جماعية هذا اللي جاي تشوفوه هذا هذا فيديو حقيقي هذا فيديو حقيقي يعني مو فيلم مو 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 في اف اكس مدرشي صحولة هذا هذا قبل هاي قبل والفيديو اللي بعده بعد زين شوف بنايات ماكو ما ظل شيء ما ظل شيء على حالهم هذا اللي جاي يصير في غزة اخوان هذا اللي جاي يصير في فلسطين وين العالم وين وين العالم يومية آلاف الأشخاص يستشهدون والجميع صامت خلاص صامت هذا الخنوع هذا الصمت هذه أفعال الكيان الصهيوني الغاشم هذه أفعال النتن ياهو هذه هي خلينا شوف الفيديو اللي بعده مخرجنا يعني هذا هو يعني ما عرف شو بس هو يعني واحد منعدهم وبيهم واحد منعدهم وبيهم يقولاني جندي بالجيش الكيان الصهيوني قبل أربعين سنة واحد منهم وبيهم وهسا طالع مظاهرات عليهم ويقولاني واقفوا يا فلسطين وشعر العالم فلسطين وشهد شاهدون من أهلها هذا واحد منعدهم جندي سابق في الكيان الصهيوني هذا هو يعني هسا ما جاي نطيك معلومة ولا جاي نقولك لا هو هو جاي يحتي هو اللي جاي يقول يقولاني جندي سابق في الكيان الصهيوني ما عرف مشاهدين الكرام هذه كانت أبرز مواضعنا في هذه الحلقة حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله غزة تكونوا بخير وفلسطين تكونوا بخير فيما الله